بص يا جماعة ده في مثل هذا اليوم إحياء لهذه المبادئ وتوعية لجمهورنا الكبير اللي عمله الكابتن حسن لما رجع فيه للكابتن صالح وهو في لندن قال له قرارك إيه؟ قال له قراري كذا 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 قال له لو خدت حاجة غير دي كنت هزعل هي دي السقة سقة الاختيار وسقة أن أنت دايماً وأبداً أمين وحريص على مبادئ هذا النادي اللي تشاكت لهذه القيمة بعد كابتن صالح ما رجع فالكابتن الجهر اللي رايح له مكتبه عايز يشرح له ويشتكيله كان العلاقة بين كابتن صالح وكابتن جهر قوية جداً كان يحبه جداً فبعد قال له جاي ليه؟ هللي عايز أقول لك يا بص صالح؟ كان يناديف كذا على طول رحمة الله الجميع قال له لا ما تحكي ليش حاجة أنا عارف كل حاجة قال له بس يعرف قال له تحذك خلو أن أنا مش موجود لأن أنا كنت حتضاماً مع حسن إنك ما تدخلش النادي في طرد في طرد كل شط يعني مش طرد يعني خلاص قاوت فأنت بعد مهمتك دي ما أظنش أنك حتوبة في النادي الآن في مثل هذا اليوم من 85 كان هذا القرار اللي مفهوش لمهادنا ولا فيه أي تساهل قدام المبدأ وده يرجعك لكتير جداً من وقاع تاريخية رسخت وعززت لقيمة مبادئ النادي الأهلي من أول ما جعفر والي بياشا في 28 وقف حسين حجازي أبو كورا ولما هدد أنه ينتقل قال لك ينتقل إلى أي مكان شاء ويبقى الأهلي وباقي الأهلي ثم تتوالى الأحداث والمواقف المعززة والمقدرة دايماً وأبداً لقيمة المبدأ شفتوا حتى مجلس الإدارة الحالي لما فريق تنس الطورة بره في البطولة العربية يرتكب أخطاء ويبقى قرار الكابتن الخطيب بمجرد ما يختاره اللعبة ترجع أنت بترجع اتنين لعبة تخنقوا مع بعض وأساءوا تمثيل الأهلي بره وتلعب ناقص بينهم وتلعب بربعة بس وتلعب بربعة بدل الستة وتكسب البطولة واللي حصل في عبدالله السعيد وإزاي تم خرق النظام فيبقى قرار الكابتن الخطيب مش هيكمل في النادي الأهلي ويمشى عبدالله السعيد ويبقى الأهلي ويصنع هذا الجيل اللي يحقق التاسعة واللي يحقق العشرة وأعتقد مش هيفضل بعيد أبدا في منظومة قيم النادي الأهلي قدامك ساعة وترد أنا بس عايز أقول قدامك ساعة وترد كلمة حسمت علاقة لاعب موهوب ومهاري زي رمضان صبحي بالنادي الأهلي لأنه ماطل وتلاعب ودايما وأبدا فاوض وهو متفق مع نادي آخر وكان الأهلي استهلك في وقته طويل جدا فلما كان الرد بهذا الشكل للأهلي ماطل ولا تحايل ولا ساعة ولا استنى ولا أرجوك ولا تعالى لا ده النادي الأهلي قدامك ساعة وترد وتبقى عمل حسابك إنك ممكن تدفع الفاتورة دي فربنا كافأك بكافأك بعناصر أكثر جدية وأكثر انضباطا وأكثر التصاقا بالنادي الأهلي هو الغرض بالمغزى يا جماعة من القصص دي ليس إن احنا نعرض سلبيات الأطراف اللي أخطأت خالص مش في زيننا ولكن احنا بنقولك كيف يتعامل النادي الأهلي مع الأزمات والأخطاء وزي ما بقول الدرس المستفاد من كلام الكابتن حسن ليس فقط في اتخاذ القرار ولكن في التأكيد على تنفيذه مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت التبعات اللي انت حتى تحملها وفي جملة كنت متصارنة هتيجي كابتن شبير وهو بيقوله طب انت ما خفتش إن القرار ده يوصلك إلى نتائج سلبية طبعا نتيجة كارسية ما ده استهل بي قال له ما فكرتش في كمه أنت بتقوله ده خالص قال له أنا ما فكرتش في كده غير إن فيه خطأ لازم يتعالج بس وهو ده أحسن طريقة أتعالج بيها هي أزمة اوعى تحسب التدعيات اللي ممكن تنالك انت كمتخص قرار السليم القرار السليم احنا مش بنقول فيه بقى فيه رعونا في اتخاذ القرار ولكن هذا القرار بيحمي حاجات أهم من النتيجة لما القرار يمس بسلوب ومبدأ وقيمة وتاريخ و و و و و و العيب قدام كيان أو فرد قدام كيان أو أفراد قدام كيان ومصلحة كيان وقيمة الكيان لا الكيان فوق الجميع تبتستغن عن أي من رجد وهو أحسن لعب في أفريقيا في الكرة الطيرة هنقعد نحكي كتير كتير بس عارفين منظومة القيم والمبادئ اللي بتخلي كل واحد فخور بإنه أهلاو بجد وصلتك إن أنت تبقى إداريا واقف على أرض قوية جدا وصلبة جدا وإحسن الشاحات لما سمعتوه في الفيديو مع الشريف يقول له هو أنا هتخدم عكوة أنا عارف الأهل بيعاقب وبيوقف وما بيرحمش حد ما هو ده هي دي ثمرة الانضباط والالتزام وهي دي قيمة وهو أنت لما لقيم واحده يزعه اللي بتاعدي يخنقه